في اليوم متابعنا ومشاهدين الكرام هي الفقرة القادمة وما شاء الله يعني بهذا الأسبوع استقبلنا هوايا شعراء وكلهم شعراء ما شاء الله يعني امكانيات جدا عالية وللأسف يعني عتبنا على معرف شركات الانتاج على القنمات الفضائية على الإذاعات يظنون يركزون فقط على النجوم ترى أكون نجوم بس إحنا نصنع النجوم انت كقناة فضائية انت كمؤسسة إعلامية يعني مكان هو منتج للأعمال قد ممكن تصنع النجوم بتقديمك الدعم إلي فكافي نظن نعتمد على هاي الوجوه اللي بصراحة يعني ما كواحد ما صار ينتقدهم نحن مو ضدهم بالعكس عنا من نسمع ذول الأسماء ونتفرج على فيديو كليباتهم سواء كانوا هم يعني مغنيين أو كانوا هم شعراء طيب يوم محمد اللبو يعني صباح الخير صباح النور شوانك محمد الحمد لله على السلامة الله يسلمك الحمد لله خير محمد يعني من المقدمة هذه اللي أنا قلتها أيضا نريد أن أكمل الكلام هذا وأسألك سؤال الشركات شركات الإنتاج يعني هسا من الشاعر يريد يسوي مثلا فيديو كليب ايه تمام صح الشعراء هم قوي يسوي فيديو كليبات ايكي لغرض أنه هو يسوق عمله يعني هذا الكلام اللي انت كاتبه مثلا على هاي الورقة واللي بالك لانتحاب صح أصبح لازم يحتاج له وفد ستوري بورد ستوري بورد يعني مثلا يعني فيديو كليب قصة قصة معينة صحيح تجسد بها كلامك هذا لأنه بدون هذه القصة بصراحة ونحن توصل للمتلقي بالفعل نحن اليوم بدنا التليفون نتفرج يوتيوب حتى كل الأغلب شيء صار على اليوتيوب يعني حتى تلفزيون قليل من يعني يتابعه مصحيح ايه أكثر شيء سل خاصة الشعر على اليوتيوب يعني من الناس من الناس مع شعر مرات إذا أكون يعني مشغول أو ما قدرت أشوف الحلقة لايف مباشر فأفوت على اليوتيوب أستمتع أشوف فتطلع للقصائد مع الأغلب الشعراء يعني اللي يمسوي فيديو كليب خاصة إليه فكل لسه كل شيء على السوريشال ميديان زين ليش الدعم فقط للنجوم وليش أنت هس إذا شاعر وعندك كريمات أصلا ما يفتح لك لباب يقول لك يا باب تعال سمينا شعرك نشوفه بس نقرأ الجزء يطلع زين هاي الفرصة ليش ما موجودة أرغب رأيك أنا محر أستاذ عبدالله أحتيلك على مستوى محافظة أنا بغير محافظة ما أعرف ما عندي علم زين الإعلام بالموصل مظلوم فهذا مرة وخاصة بمجال الشعر يعني إحنا كمنتدى أنا تابع المنتدى وتابع التجمع من المرات نريد نسوي مهرجان نريد نجيب شعراء عندي أصدقاء من الجنوب ومن بغداد متأتواصلوا إياهم فيقولون نريد نجي للموصل نزورها فأنت من دي جيبه غير ديد كرما غير يعني الضيفة عندك زين صحيح فعوف الضيف نخليه ببيتنا ونشيله على رأسنا بس يعني دي يجي من مكان بعيدة غير على الأقل شيء إكرامية التعب فأحنا نروح مثلا نريد أن ندعم يعني من أي مكان بالموصل ما أحد ينطل دعم يعني أنتم مثلا مين تريدون دعم وما يجيكم يعني أقل شيء من المحافظة ضماننا يعني نطلب دعم يعني قنوات يجي تدعمنا المجلس المحافظة يدعمنا يدعمون الحركة الثقافية والأدبية بالموصل شون تتطور الموصل فإن الإعلام بالموصل والدعم بخصوص مجال الشعر معدوم نهائيا بالموصل تريد على حسابك الشخصي مثلا أنت تسوي مهرجان جيبك شعراء تعزمهم تكرمهم أنت شخصيا تكرمهم زيني محمد أنت بالموصل ما أحدكم مثلا نقابة فنانين نقابة شعراء يعني كل محافظة أكو أكو صحيح فرع لهذه المحافظة أنت أحدكم لما أحدكم بالمجال الشعر ما أكو يعني أعدنا جمعيات وعدنا منتديات واتحادات بس ما بأي دعم تمويل ذاتي يعني أكو بس ماكو دعم ماكو دعم عدنا خمس جمعيات تقريبا خمس منتديات يعني مشكلة زيني السؤال المهم هسا اللي يدور ببال أي واحد يتابعنا ماكو دعم لأنه ماكو فلوس من الحكومة المركزية للحكومة المحلية بالموصل لا استاذ عبدالله فلوس أكو بس ضمير ما أكو لو الفلوس تجد الموصل و قلت لك فلوس أكو سبس قولي هيتي لو كلامي الأول لا كلامك الأول الأول يعني ماكو فلوس من بغداد لا شوف الفلوس موجودة الفلوس بالعراق ما شاء الله مليان فلوس زين مليان فلوس بس الضمير ما موجود يعني ماحد هذا اللي يشتغل بانصاف ويشتغل الصالح المحافظة زين نعرفش كيف تصالك انت بهذا المجال بحيث انت يعني صال لك فترة تقريبا يعني بديت 13-14 2013-2014 انتمائي المنتدى الحدباء الشعر الشعبي فترة داعش يعني صراحة توقفت عن الكتابة يعني ثلاث سنوات أنا ممكن ما كاتب لي لو قصيدة وحدة بس ومن بعدها رجعنا على الأمسيات والمهرجانات مالتنا والحمد لله شوية شوية نطور نفسنا يعني خمس سنين صار لك أو ست سنين ايه تقريبا تقريبا وكل هذه الفترة وما لقدت يعني من يشد على ايدك مثلا اللي يساعدك في المحافظة يعني لازم أكفت مبلغ مخصص لهذه الفئة أعتقد يعني الحكومة مخصصة أكيد مبلغ معين تمام صح ليش ماكو دعم لكم موكو الشعراء يدعم لكم الشعراء فقط يعني مثلا نقابة الفنانين بالموصل يعني قبل فترة كان هناك مكانك نقيم الفنانين ونوصل تمام صح نوجهها تحية ونقول صباح وخير دائما نروح يزور الفنانين المريض روح يزورها ينشر نشاطاتها يشوفها تابعة أنتم ما تابعين لهذه النقابة لا ما تابعين إذا تسمح قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة سوينا مسابقة مسابقة شعرية بكل أقضي ونواحي الموصل نينوة بشكل عام كل شعراء نينوة فتغرف عددهم إيه تقريبا أنا شنت المسؤول للثقافة والإعلام للمسابقة تقريبا 34 شعر شارك من كل جميع نينوة مرقب التدى لا لا سوينا دعوة للكل والحمد لله جونا من كل مكان قلت لك المسابقة تمت على خير بس شنو لجنة من كبار الشعراء جمناها اللي بالموصل بس رحنا نريد دعم يعني مثلا المحافظ برعاية محافظ نينوة يقوم منتدى الحدباء مسابقة شعر نينوة أو برعاية فلان مسؤول احنا ما نريد يعني هالإكراميات بس على الأقل تعرف إيجار القاعة الفائز الأول الثاني يعني أنا طلعت الفائز الثاني يحيى العراق الاستضافية والبارحة الثالث وشعر على الحديد تحياتنا للفائز الأول يعني إحنا تحياتنا لله ايه احنا طلعنا أخذنا المراكز الثلاث الأولى ودفعنا من الجيبنا تعرف له لا يعني إيج دفعنا إيج دفعنا ما الدروع يعني تقسم على كل شاعر قلت لك تمويل ذاتي من عدنا ايه فإحنا الأمون عليهم جماعة الشعراء يابا تعالوا ترى تريدون مسابقة تنجح لازم من عدنا ماكو تمويل ايه فالضيف اللي جاءنا من غير مكان أو من غير قضاء يعني ما عيب أنه تأخذ منه أو لو هو مبلغ بسيط ما ينذكر بس يعني قلت لك سوينا مسابقة وصارت على مستوى الموصل شاعر نينوى ايه رحنا على إعلام على كل القنوات رحت إذا عاد يابا تعالوا وعطونا المسابقة يعني القنوات أنتوا عش موجودة بالموصل ولا قناة ما جد ولا وحدة ولا قناة وما أريد أذكر بالأسماء بس رحنا على كل القنوات يهمني قناتي ما أجدتكم قناتك ما دزيدنا لها دعوة صراحة عبدالله موجود بالأمسيار بس مراسل موصل اسمه نسيته خالد ربيعي خالد ربيعي بكل شغلة موجود يعني مستحيل بعثنا عليهم يعني نشط جدا صح صح بس بعثنا عليهم بالمسابقة ما أجدت عليهم شوف ليش أنا دائما برحسة يقلت هذا السؤال ما أريد أكرر زميلك وصديقة قلت له مرات العتب احنا ما سمعنا منك شي بس رح نسمع بعد شو نسمع لا سمعك الشعر بس أنني حسيتك أنت أكفل غصة بقلبك أكيد أنا عندي هاي الحاسسة أكيد أكيد ففتحت الموضوع وباشرته وياك اي صح تمام متفقين قبل لا ما متفقين وش وقت جيتك مصلاح جيت ركض ركض حتى ما رحل يعني حتى لا فيه احسني أنه شخص شو يريد بالضبط أو شو اللي بداخله البرحة من نفس الكلام ويا أستاذ سعد براديو الغد قلنا لي يعني ما نريد كله قصائد نريد نسوله بمجال الشعر أحسن نصل للحلم البارحة يحية كان هنا تمام قلت له مرات تذبوني اللوم على القناوات الفضائية قلوا أنتم ما تدعموني بس القناوات الفضائية ما تدري ما تعرف أنه نتعدكم هذا المؤتمر ما تدزوه على المراسب فأنت خصيا شخصيا رحت على هذا المراسل مالتنا لا ما رحت عليه شخصيا ما تدري الرجال أنا قلت لك يعني الجماعة اشتغلنا مو بس واحد اشتغلت يا أبو تعال رحت مثلا على القناة الموصلية اسم الموصلين ترى فيها الموجودة بالموصل حاليا اسم المنتدى مواردكم شين منتدى الحدباء للشعر الشعر خالد الرباعي روح لهم لأنهم صراحة بيهم شعراء يعني يستاهل الله يسمعك الله يزيزي هذا بالنسبة لها الموضوع حسنا نسمع شي منك ما سمعك خادم لك لا لا خادم لك إن شاء الله بس هم يراح سمعك هم بيقصف يلا بس مو على المسؤولة أو قنوات لا على الناس نفسها يلا قصيدة جديدة أول مرة أقراها تستاهل قناة السامر أقراها إليها شكرا الله يسلمك لبعض الناس حتى لا يحسبوها علي بحجة الحرية ما ظل عدنا دين بحجة الحرية ما ظل عدنا دين وكل من بمبدأ يعجبك بالمشي عدنا ناس هواي شغلتها انتقاد وهي أصلا فارغة وما تسوشي وعدنا حتى الحللة وبيع الحرام وبالك تزيد الثمن لا ترتشي سنة ذا تحكي لهم عن الرسول رأسا يقولون صاير داعشي اختلفة عقول البشر كان اللي يشوف غلطة يصلحها بنصيحة معدلة عيونة قلبير إذا يشوف العواج يضمها ما يطلع هذيش المسألة هس لا كل من إشاعب جيبة حاطة هدومة من بعيد تلقى مهدلة لا يلوموني البعض لا يلوموني البعض أنا انت شويت من عز أصحابي شوف المشكلة اللي كان يطعم بالظهر صاير تراث هس قصة بقصة سهمة ينزلة أنا عزلش كثر وقفت لناس اللي تظنها على الشدايد مرجلة بطبعي ما أهجل يا حبني المن نضاج قبل لا أكتب لتكره نسألة أنا منكتب شعر كم دور أعيش بيا مو كل الأكتبة تعللة مرة أكتب على الوطن بالغرب أصير وأنا يمهلي وحياتي مدللة ومرة شي لحساس عاشق عند ضيم لوان ربعة شي لما تتحمله كافي كافي قمت بكل قصيدة خسر صديق كافي قمت بكل قصيدة خسر صديق اللي حطني باله ما داير لبال ما يهمني اللي ينتقد مصلحتي هاي أنسئل له بالشعر مية سؤال اللي يغثني الحاجة عني وطب لي خاصك تبلي فد بيتين إذا أبيدك مجر الله اللي يحشون وجهين اللي ينتقدون كل شي مو بس آني يعني أسا يجي احتمال انت همين يعني تنشر شي أو تسوي شي يجيك إلا ينتقدوك وعلى شي ما يسوهم أصلا ما عدهم شي انت على شنو جاي تنتقد قصيدة على اللي يحشى علي من ظهري أو يحشى على أي شاعر يقول فلا ما أخو الشاعر بس هو بنفس الوقت يفوت عليه يقول وريد لي تكتب لي بيت بيتين ودصارح شاعر يعني مشهور أو مثلا نجم أو واصل لي مثلا قناة فضائية أو لمكان ستوديو لتسجيل الصوت أو شركة إنتاج فني وما دعمكم لو دعمكم لو دعموا لو لم يشاعر معروض يعني تقصد من الشباب لو من الكبار من الكبار من الكبار من الكبار من الكبار من الكبار مبلا موجودين زيان يعني عندنا اللي طلعوا حلقات خارج الموصل ويعني بالجنوب خلينا نقول له بغداد الأستاذ محمود عبد العزيز تحياتنا له طالعوا يا سيفي الحلفي برنامج وهل يخفى الشعر يعني هذا أنت تعرف برنامج اختصاص للشعر وأضبط برنامج هو الأستاذ عمر قرغ اللي طالعوا يا رفعة الصافي تحياتنا للأستاذ عمر فقط هالشاعرين اللي طالعين بالبرامج الشعرية على مستوى بالعراق وأستاذ عمر وأستاذ محمود من الأجال السابق أنت تعرف يعني مو من جيل يو جيل يحياء ووجيل أي شعر شاب هسا الشعراء الشباب لا مختصرين يعني ظهرنا الإعلامي فقط بمحافظة نينوة أو يعني هاي أنت استضافيتنا بهذا برنامج ولو برنامجك يعني هو مو شعر منوع بس يعني هذا ظهرنا محدود السؤال أنه هم من وصلوا لمكانة معينة نعم بالشعر العراقي وعلى مستوى العراق وعلى مستوى منحافظة نينوة ما حاولوا أنه هم يدعموكم أنتم كشعراء الشباب يا بترى من وصل لمقدم البرنامج أنا للقناة الفضاء يا بترى عندي هاي لستة خمسة اسماء ستة مثال تمام عمي ثلاثة اسماء زين حسنا ترى يستاهلون مقابلة من عندك تابعهم على اليوتيوب شوفهم قيمهم أنت كمقدم برامج كالمعد مالتك يعني المؤسسة الإعلامية تشتغل بها هل هم يستاهلون أو لا ما سووا هيتش فت وقفوائي كمتها سووا هم بس قلت لك الشعراء اللي يعني اللي يقدمون البرامج ما ينظرون للموصل أنه على مدينة شاعرة يعني مية بالمية يعني يعني يستضيف فقط الكبير والقديم يعني يعرف أكو بالموصل شعراء شباب بس ما يستضيفهم يعني الساعة قلت لك هاي البرامج ذكرتها ما مستضافين ولا شاعر شاب من الموصل ويعرفون أكو طاقات شبابية محمد هسا قلت يعني هاي أنا ساعدتك بس شون ينقص الشاعر اللي بالموصل أو يعني ماردخص الموضوع على الشعر أنتو شعراء أوكي نعم ولكن كفنانين بالموصل شنو اللي ينقصكم أنتو على مود تظهرون للشاشة تظهرون مواهبكم أمام الناس شنو ناقصكم أعلام وتمويل أعلام أعلام وتمويل زين يعني شلون الشعراء الباقين هم قدروا يوصلون للإعلام وقدروا يوصلون للتمويل يعني شوف أسعني جوز إذا أنا متمكن أقدر أصرف على نفسي أصور كليبات ما بدون أي لقاء يعني بأي مكان أقدر أصورها وأروجها باليوتيوب أو الفيسبوك يعني إلى أن تصل تصل كل أنحاء العراق فهذا تعرف يراد يعني مصرف وثاني شغلة أكل إعلام يعني القنوات هي اللي تصعدك وبعد ماكو أحد يدعم الشاعر بالموصل يعني شون راح توصل نفسك شون الخطوة اللي القادمة للك أنت مثلا أو يحيك باعتبارك وانتو دائما يعني سوى صح والله إن شاء الله يعني نحن نريد نصلا نحن نحاول نوصل نفسنا يعني السعاني بهاي جيتي إلك أكيد عن طريق يحيى وطريق أستاذ عبدالواح البدران تحياتنا إلو وانو وصلنا إليك فبالأيام المقبلة أهمين نتواصل ويا فلان شاعر ويا فلان مقدم ويا فلان إعلامي بل كتالله نصل مبتغانة سمعنا شي بس موقصف صع ملين موقصف صع سمعنا تسقصف وفي جيب نتيجة بس إحنا قاعدين ما فيها فاعل أسمعك وجداني بس أسمي الحزين لأني لا غزل لا أحب نهائيا ما كاتل ما أقدر أنا شعري كله حزين شما أكتب حزين لا إن شاء الله ما بتشيك زين تعالم تاني جيتك كبر بي الشوق تعالم تاني جيتك كبر بي الشوق وحص صبري بغيابك عمرهم خلصان شديت على هجرك بس أنا نحليت الخيط يهز لبيدك كثر ما ضعفان وقمت أشرب حلم لو أعطشي ملقاك وندري بروحتك نسمى وجفة غرقان وظلت خايلك تشنغتر عديتين يظل يصفن عليها ووجهه بوه ما بان قد ما صورتك بعيوني زراعة شوف خضر وجه صفنا وقام ينطلوان مشيت بلا عقل عني انت مني مشيت صاحي وبيتش ما الدوغة السكران وسكرت بغيابتك مو بالخمر بالموت مثل اللي يحتضر يقروله بس قرآن ترى الدنيا بغيابك تشن فرع مسدود ونعمة بظهر لي لقبالي بس عميان محد ما وقف بس الوقت وياي رضيت بشذ بعيش الخاطر النسيان الصادق بالسجن تشذاب بالتعذيب اثنع الشهر بغيابك كل هجة نيسان وترى استيدك محنة وغيري جي حنيك ترى استيدك محنة وغيري جي حنيك صيت النجمة عالي زود للسهران وانا البعيوني شلتك شوه فتنك فاك عدا ظهر الصور ما لامح الحيطان ومجاز التعذ لو شجرة هي تصير برقبت الوردة دين بدي من كل بستان وسلامتك زين سألتك هواية سئلة همين بس بس من اللي تحب أنت من الشعراء اللي هما موجودين على الساحة وترى هذا السؤال يعني مو من فراط على مستوى العراق اي احب الشاعر سيف الحلفي يعني من انا بديت اكتب شعراني احافظ واسمع السيف الحلفي نورس الجنوب تحياتنا احب اسمع رفعة الصافي رائد ابو فتيان علي نجم الشعراء الشباب يعني اكثر شيء يعني امطرب عليهم شنو حافظ الرائد ابو فتيان والله رائد انا سمعك السيف ما حافظ الرائد يعني مضبوط سيف الحلفي يقول قدح شايت يكون الله لا ينطيك ربك ما يخلي بناده مبعازه ما ترهم بعد والملق زحمه وعيب بشارع واحد انطب زفه وجنازه خشن وقتك وانا معيشك حرير ايام انت المو وجه نعمر غبت بازا عبرتك جسر يم الصراطة يضيع بحلامك شنط تتمنى تجتازه شلعت لك ريتي من قتلي النفس محتاج امس المكبيدة انت والله تتجازه وإلى نهاية القصيدة حتى قصيدة طويلة تقريبين العشرين بيت حتى لا ياخذنا الوقت اسمها اللي تذكرت كمعظمهم عندهم برامج بقنوات فضائية تدعم الشعر أغلبيتهم صح له أربعتهم عندهم برامج صحيح فليه شبا يعني وصلت لهم مثلا يعني برنامجي مو الشعر يعني انا شوف من انا اعجب بشاعر معين ما اقدر اروح مثلا اقول له ابدي اعجابي حتى دي طلعني بالقناة مالتو لا انا انا اعجب بي كشاعر مو كإعلامي حتى يعني اصر واسطات واسطاد واسطا يعني انا انا اذا شاعر وريد اصير طيف ببرنامج معين يعني 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 هي مو بسهولة الطريقة يعني والمسيلة يعني اقدمي خابرك لا اغلبيتها واسطات استاذ عبدالله اغلبيتها واسطات 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 مثلان شاعر يمون مثلا على رفعة الصافي استاذ رفعة عندي شاعر راح تزدكيام مثلان محافظة ايه يجيب يمون على رايد أبفتيان يمون على سيف اخي احنا الواسطات يعني بالوظيفة العراق رب الواسطات احنا واحد سريد تعين لازم يتوسط واسطة على موضع عينه او يدفع فلوس على موضع عينه اكي اكي يتريد تسوي فهد معاملة معينة تم لازم لازم تدفع فلوس له واسطة حتى يفوتوك وتضرب السرع هذا بلدك حتى يعني الشاعر لما يريد يظهر موهبته بقناة معينة او ببرنامج شعري معين عم لازم مواصلات اخوهم ما يريدون فلوسهم بس هي هذا الحال بالعراق وان شاء الله يعني اتمنى من الشعراء اذا شافوا اللقاء واذا سمعوا به خلي يندارون للموصل للغربية مو بس للموصل البارحة ذكر يحيى ترى ما انطلعين بس من الأنبار كل هاي البرامجة ذكرتها يعني بس شعرين من الأنبار برنامج ثلاث مواسم يستضيف شعراء العراق ما يستضيف ولا شعر من الموصل يعني ايش معنى هفهمني انت ايلا فهمني يعني الموصل ما بيهي شعراء على الكلام من الشعراء اللي من الأنبار مستضيفهم والله ما يحضروني اسمعهم صراحة شو ما يحضروا كنتم تابع البرنامج ما يحضروني يا برنامج ازين هو هيلو ليل رايد ابو فتيان هيلو ليل اي ما مستضيف بس من الأنبار اثنين والله قديم حافظ الله اي وطن ما بيك كل شي نفتخر بيك اي كفي لك يا وطن الله ورسوله ارض الخير ما راوانه كل خير تدفننا ونقول ارض البطولة الله قبل بعد اتدفن ونصيح العراق بكل لحظة تمر رسمك نقوله ما موجود بس وقت الصلاوات شنحطك بعد برك علوله الله تحياتنا أستاذ أحمد هندين كل الشعراء اللي ذكرى وتحياتنا لزميننا هندين يقول لها كل شي مشتاقي لك يحيات رسالة أخيرة شتريد تقول للأشخاص اللي هم مظالمين محافظة الموصل بالشعر يعني اتمنى ينصفون أهل الموصل وترى الموصل تستحق والموصل طلعت من أزمة كبيرة فيعني ان شاء الله بجهودكم وبجهود الخيرين خلينا نطور هاي المدينة نرجعها أفضل مما كانت عليه يعني بكل المجالات مو بس الشعر خلينا ندار لها على البنى التحتية على الثقافة الموجودة بالموصل الثقافة الأدبية مو بس بمجال الشعر مجال التصوير عندنا كتير مواهب يعني ان شاء الله يصل كلامي هذا الموصل تستحق بنتكم هي أكي صباح الخير عليكم نمرتنا على رأس تالي مشكول جدا وياحية انت محمد قمش في قتلك ياحية اي عادي عبرت لك ياها تحياتنا لكم وشكرا لزينا لجائدكم وتابعنا ومشاهدين الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة